من أكثر المميزات التي تعجبني في الآيفون ميزة تنبيهات الفلاشة فاليوم ما هتكلم عن هاي الميزة وشنو نتغير به بعد تحديث iOS 16 بالبدال أحب أشكركم على الدعم وأشكركم على هاي التعليقات الحلوة الكاتبية لياها في التعليقات وإن شاء الله القادم أحسن أهم شيء لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد وهسا نتحول على الموبايل ونشوف شنو نتغير بهاي الميزة بعد التحديث بالبدال تحال إعدادات وتنزل إلى تسهيلات الاستخدام تدخل عليه وتنزل إلى خيار صوتي ومرئي تدوس عليه تنزل آخر شي عندك الفلاش للتنبيهات تضغط عليه سابقاً كان عندنا فقط خيارين والحين صار ثلاث خيارات عندنا الخيار الجديد اللي ضعفوه بعد تحديث iOS 16 هو فلاش أثناء فتح القفل فإذا كان جهازك في وضع القفل ما رح يشتغل عندك الفلاشة فعلى موضة هذا أي شخص انفعل هاي الميزة قبل تحديث iOS 16 يرجع يدخل عليه على موضة يفعل هاي الخيار الجديد اللي ضعفوه فينا حتى يشتغل عندكم الفلاشة حتى لو كان جهاز مزدود وهسا راح نسد الجهاز ونجرب نخافر عليه من موبايل ثاني ونشوف يدقوا عندنا الأولى مثل ما شوفون الفلاشة عندنا تشتغل والجهاز كان مزدود أتمنى الشرح كان بسط عليكم لا تنسون من الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله نتشوف في فيديوهات قادمة في أمان الله